احنا في الغرب عارفين ان الزوجة لما بتطلق بتاخد جزء بتصل في بعض الدول الى 50% من سروة الزوج لانها بتعتبر شريكة في هذا النجاح وهذه الاموال واذا كانت في البيت او بتشتغل فهي بتساهم احنا ما عندناش ده خالص ما هي الاسباب اساسا خلينا نحط ادنا الاول ايه الاسباب اللي بتؤدي الى الطلاق المتأخر نوعا ما يعني ايه اللي يخلي الناس عاشوا مع بعض 20 سنة 25 سنة 30 سنة طبعا في ناس عاشوا 40 سنة و50 سنة وبيتطلقوا بس خلينا في النسبة الاغلب ايه اللي بيحصل بيخلي الراجل في هذه اللحظة شريكة العمر اللي عاشت معاه للعمر ده يطلق طيب مبدئيا في الغرب اقتصام السروة مش الست تاخد من الراجل بس والراجل كمان ياخد من الست السروة التي تكونات بعد الزواج كمان اللي بعد الجواز ملاهاش علاقة لو في مراس من قبل الجواز او كس لانه المنظومة القانونية مبنية على الشراكة ندول شركاء في هذا البيت المنظومة الفعلية في مصر مبنية على الشراكة عما يجوا يتجهزوا ده قوضة وده قوضة وده مش عارف ايه لكن مصرين اننا نقف عند منظومة قانونية من 1000 سنة فده موضوع ممكن نتكلم فيه بالتفاصيل بس من واقع حالات كتيرة جدا بتجيلنا انه فيه اسباب رئيسية لموضوع الطلاق المتأخر شوية ده اما انه الناس بتبقى بينهم مشاكل وطول الوقت بيشتغلوا على تلزيق الحياة مش حل المشاكل يعني الكلام ما بيوجههاش بيحدوها الكلام بتاع خليها عليك شوية خليها عليك شوية لا انت تستحمل انت تستحملي والعيال صغيرين اه والعيال صغيرين فطريقة التفكير بتاعتنا ان الحياة يبيض يسود يعني يا اما عندنا مشاكل فنعيش بالمشاكل دي وكأنها اورام سرطانية في الاسرة او اننا ندمر الاسرة ونخرج ما عندناش حد بيعلم الناس انهم يفكروا مع بعض ففكرة التلزيق دي بتيجي وقت بتيجي وقت الناس ما بتقدرش ما بتقدرش دي حاجة الحاجة التانية بعد الرجالة وبعد الستات بيجي لهم حاجة بنسميها ازمة منتصف العمر دي بالظبط بتيجي من 45 ل 50 سنة بقول بعض لان مش كل الناس اللي بيحصل في ازمة منتصف العمر دي سواء عند الرجل او عند الست ان يقفوا مع نفسهم كده ويقولك ايه ده انا عملت ايه فتيجي تحصل عند الست بفكرة ايه ازاي انا استحملت انا انا سبت شغلي انا كنت طموحة انا كنت شطرة انا كنت بحط مكياج انا كنت باقي اللبس انا كنت زي الامر انا تخنت كده ليه انا رفعت انا عمري ضاع طب ايه اللي حصل انا مش مبسوطة في الحياة دي فتبدأ حتى لو هي ما طلبتش الطلاق بتبقى عايشة مش سعيدة وبتضغط عليه مش سعيدة وده منعكس على العقل الراجل بقى نفس القص انا انهار سود ده انا داخل على الخمسين ما بعملش حاجة غير ان انا بصرف على العيال انا مسحول فتلاقي الرجالة تقلب على تشيرتات بمبة طيب خليونا ارجعلي بالجراف الاول لو سمحت يا هاني عايزينك تقريلنا ده يعني تشرحولنا وانت بتقريه من خلال تحليلك بص بقى فيه حاجة لطيفة قوي في درس رابع التدائي بيقولك الفرق بين الانطبعات او الاراء الشخصية والحقائق والارقام فهنا الارقام انا والله ده حاجة جميلة جدا في المناهج الجديدة ربنا يسهل بس وما يلواج فاحنا هنا في الارقام ليه الفرق بين الاراء والارقام لان الارقام او الحقائق بتحلينا نشوف بشكل افضل مش انطبعات شخصية هنا الارقام ده صادمة جدا احنا بنتكلم على تقريبا حوالي 20% قصدي حوالي 20 الف من العدد المطلقات في سن فوق 50 سنة النسبة دي مش قليلة في سنة واحدة النسبة دي ما يقرب من 10% من اجمال الطلاق في مصر طيب عدد المطلقات في سن اكتر من 50 سنة بنتكلم على 6000 الشيء اللي هو يخد فعلا انك عندك حوالي 90% لهما 88% ما بيشتغلوش فده عكس كل الكلام اللي بتقال اللي هو تسيب شغلك وتتفرغي للبيت والحياة تبقى سعيدة والكلام المهم عارف الستات اللي صدقت المقولة بتاعت الانت جوهرة ونحافظ عليك في علبة هو يبدو ان بنحافظ عليها في علبة لحد وقته معين وبعدين نرمي العلبة في الشارع مش فاهمة ليه ففكرة انه انا اللي لفت نظري جدا ودي احصاءات رسمية من التعبئة والاحصاء في مصر اني بعندي ما يقرب من اجمالي المطلقات 90% يعني دي اللي صدقت كل الكلام بتاع انها تتفرغ للبيت وان حياتها كلها جوه البيت وان حياتها مش عارف ايه او مش متعلمات او مش مؤهلات للعمل ما دي نسبة برضو ده لجزء بالتعليم وبالتأهيد لا بس خطوة لك انا بنشوف ده يعني انا انا هقولك على حاجة انا نقشت الموضوع ده بس بمنظور تاني في حلقة عندي لما قلت انت فقيرة او يا مدين يعني انا دخلت علي واحدة ست في المكتب هي لبسة اللبس اللي لبسها بيعادي ال 150 الف جنيه يعني انا شخصيا لا يمكن نلبس الكلام ده الشنطة مش عارفة بكم والتيشرت ايه والمركات الغريبة دي اللي بيلبسوها الممثلين وجاية عايزة ترفع قضية وولادها وبناتها في سنوي وحصلت الازمة دي هي ما معهنش فلوس تعمل اي حاجة ولا تدفع حتى مصرفات القضية ومتخيلة ان انا هروح المحكمة هجيب لها الصبح المئة الف جنيه اللي كانت بتاخدهم كل شهر طبعا ده كلام هزار هي ما بتشتغلش ومتعلمة وكان ممكن تشتغل وبتشوف خرجين جامعات كويسة قوي بس هي عاشة الحياة المخملية دي ومتخيلة ان الدنيا سبحانه مقلب القلوب يعني هنا برضو فكرة ان انت طول الوقت هتتعامل مع الموقف على انه الرجالة بالضرورة وحشة لا زي ما بقولك احيانا انت بأزمة منتصف العمر عند الاتنين لكن مفيش امان وما فيش قواعد يعني اللي بتجيلك تتطلع بعد عشرين سنة هي لبانة خبرة ودايما ستات يعني خبراتهم في ادارة البيت هي خبرات بتخليهم دايما حسن النوايا وطيبين النسبة الاعلى اللي كانت بتكتم وعيشها في مشاكل وبترحلها ولا ازمة منتصف العمر لا اللي بتكتم وعيشها في مشاكل وبترحلها دي النسبة الاعلى دي الاعلى فكرة ازمة منتصف العمر بتيجي شوية ممكن التعامل معها ممكن الرجل يجنع شوية ويرجع تاني ممكن ستة تفكر شوية ستة اكتر اتزانا في هذه النقطة يعني بيبقى عندها تفضيل اكتر للأسرة للعيلة للراجل شوية ممكن يشت ويرجع لكن التراكمات التراكمات اللي ما بتتحلش وده هنا في جزء لي مهمة قوي في العلاقة الزوجية صحيح ان ما عندناش بناء حقيقي لعلاقة زوجية ما عندناش ثقافة الطب النفسي انك تروح لحد تقعد انت او استشاري اوسري او ان انتو تتواجهوا وتتصرحوا ويبقى في وضوح من البدايات ما عندناش فن الزوج ده الجزء من قزمة اللي بقى نقشها في خلق التالي صحيح العلاقة الزوجية اللي كنا منتكلم عليها طيب